مائة وثلاث وتسعون قائمة تضمنت ألفا وثلاثة وخمسين مرشحا ومرشحا هي عدد الطلبات التي تقدم بها الرغبون بالترشح في مراكز لجان الهيئة المستقلة للانتخاب في محافظة المملكة كافة عقب نهاية اليوم الثاني من أيام الترشح للانتخابات النيابية المقررة في العشرين من أيلول المقبل تفاصيل أوفا في التقرير التالي شهد اليوم الثاني لتسجيل القوائم الانتخابية إقبالا ضعيفا من قبل المرشحين حيث كان العدد محدودا مقارنة بيوم أمس الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أوضح أن الإقبال على الترشح كان يوم أمس قويا نظرا لإقبال القوائم الانتخابية على تحصيل فئة أوائل المسجلين على الصفحة الأولى في كل محافظة ومنطقة متوقعا أن تشهد الساعات الأخيرة من يوم غد وهو آخر أيام التسجيل إقبالا مكثفا للتزاحم على الصفحة الأخيرة في قوائم المترشحين الكل يريد أن يكون أولا هذا من ناحية القوائم تريد أن تحمل الرقم واحد وأيضا القوائم تريد أن تحمل الرقم الأخير بسبب أن القائمة سوف تطبع على الغلاف الداخلي من الصفحة الأخيرة وبالتالي هذا يعني إشارة يكفي أن يقول المرشح للناخب أنه القائمة على الصفحة الأخيرة أو آخر القوائم وفي محافظة إربد قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إعفاء رئيس لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية الثالثة من مهامه وذلك بعد التحقق من دقة التقارير الواردة للهيئة من التحالفات الرقابية نزاهة وراصد بسماح رئيس اللجنة لشخص غير مسموح لهم الدخول لمطار استقبال طلبات الترشح فيما واصلت لجان الانتخاب في إربد عمليات استقبال طلبات الراغبين بالترشح اليوم أجل عندنا تقريبا قائمتين تسجيل جديد وهناك قائمتين تم إضافة أشخاص للقوائم اللي تتقدمت في اليوم أمس الأمور والإجراءات تسير بشكل طبيعي وبسلاسة تامة ما في أي معلقات العملية على الإطلاق وفي محافظة الكرك استمرت لجان الانتخاب باستقبال طلبات الترشح حيث قدمت اللجنة إرشادات للراغبين حول طريقة تعبئة طلبات الترشح طبعا الأمور تمت بحمد الله على أحسن ما يرام الأمور كانت منظمة ومعدلها مسبقا اللجان كان في توزيع الأدوار على اللجان بحيث لم يكن هناك أي تأخير لأي قائمة من القوائم وفي محافظة الطفيلة استقبلت لجنة الانتخاب طلبات الراغبين بالترشح وأجرت العملية بكل يسر وسهولة دون وجود أي معوقات تم استسجيل في محافظة الطفيلة الهاشمية قائمتين لهذا اليوم بالأمس كان هناك ست قوائم الأمور تسير بأمور جيدة هناك مراقبين دوليين ومراقبين محليين والأعلام كله متواجد وفي محافظة معان استمرت لجنة الانتخاب بفتح أبوابها أمام الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية إلا أنه لم يتم تسجيل أي طلب لغاية الساعة الثالثة والنصف وهو الموعد المحدد لنهاية هذا اليوم لغاية التسجيل في صباح هذا اليوم الساعة السابعة ونصف كنا متواجدين في هذا المركز لغاية هذه اللحظة لم يتقدم إلينا أحد للترشح إن شاء الله سنستمر لغاية هذه اللحظة متقدمة حتى وغدا إن شاء الله في تمام ساعة ثالثة ونصف سينتهي التسجيل في هذه الدائرة رئيس لجنة الانتخاب في دائرة العقبة الانتخابية أعلن عن تسجيل قائمة واحدة ليصبح عدد القوائم الانتخابية التي سجلت منذ بداية التسجيل ستة قوائم تم تسجيل خمس قوائم يوم الثلاثة واليوم الأربعاء تم تسجيل قائمة واحدة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا والحمد لله الأمور تسير بكل سهولة ويسر وفي هناك تفاهم بين الجميع الهيئة المستقلة للانتخاب سمحت بالدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم أمس بحيث يسمح لكل قائمة مسجلة بالدعاية الانتخابية إلا أن الهيئة تنصح القوائم بالتريث لحين صدور موافقة مجلس المفوضين على القوائم وعلى المترشحين فيها لأن رفض ترشح القائمة أو رفض أحد أعضائها من شأنه هدر المال في الدعاية الانتخابية كما ولفتت الهيئة إلى أن قبول القوائم يصادف بعد أسبوع من تقديم طلب الترشح